عندك لاغو اسطوري حاب تخلي جهازك مثل الريشة الحل عند اخوك سموكر بتويكس الجي ارزيد في اي بي طبعا هذا التويكس اليوم رح نستعرض لكم اياه وكيف ممكن ان ناخده بشكل كامل بدون اي مشاكل بالاضافة رح نشرح لكم اكثر عن التويكس حباب القلب بالاضافة الى تحديث جيم لوب الجديد هل انحلت عنا مشاكل ثاني جديدة او انحلت المشاكل كانت عنا من قبل تابع ما هذا الفيديو اسطوري حتى تستفيد. السلام عليكم يا سطير. اتمنى تكونوا بصحة جيدة معكم زيادة والسموكر من قناة متسبق للاب ورجعنا لكم اليوم يا اساطير بمقطع جديد واسطوري في قناتكم بقناة الاساطير الجي ارزيد جيمينج رجعنا لكم باقوى فيديو تويكس لويندوز 11 طبعا رح نورجيكم كيف ممكن نطلب لتويكس بشكل كامل وحورجيكم كيف تفتحوا تيكتات بالدسكورد لانه وجاني كثير طلبات على القصة هاي ان شاء الله رح للكم اياها باذن الله دعمكم الاسطور لاخوكم سموكر بالاضافة الى اللايك الاسطوري والاش سين لو نوصل ستة وعشرين اخ واختي حباب القلب فدعمكم الاسطور يا حباب القلب وما تقصر مع اخوكم وخلينا نبدأ بالفيديو ما نطول لكم وليتس لنبدأ بالفيديو طريقة انك تطلب او الادات كل ما عليك انه هون تروح تتوجه للدسكورد على اشي اسمه جي ارزد سيرفرس كل ما عليك انك تضغط هون على التيكت بهذا الشكل وبتيجي لك النافذة بهذا الشكل كل ما عليك انك تضغط اختار فئة التذكرة وهون تختار هدول الشغلات اذا بدك لتويك وتقدر تختار التويك وبتفتح زي ما انت شايف تفتح تيكت بهذا الشكل زي ما انتم شايفين راح يطلع عندك التيكت هون بهذا الشكل 48 زي ما انتم شايفين وهون راح تحكي مع اي واحد من الشباب ورح يكمل لك التفاصيل كاملة بدون اي مشاكل وانساعدك بشكل كامل هاي بالنسبة يا اخوان لفتح التيكت بشكل كامل ان شاء الله هيك الامور ان شاء الله تمام التمام بتيجيك معلم لتويكس هاد انا راح اورجيكم لتويكس بشكل سريع انا نزلت وندوز 11 هوم خليت كل شي تمام نزلت التحليثات الخاصة فيه بالأوب ديت الكامل تبعه اموره تمام التمام فهلأ بدنا نسوي احنا لتويكس بحيث انه احنا نخفف من الجهاز بشكل عام يعني انت عندك نسخة اصلية فانت بدك تزبطها بحيث انك انت ما تجيب ما تنزل ولا اي وندوز معدل بشكل كامل يكون كل ياته اشي مية بالمية طيب راح يكون موجود هون زي ما انتم شايفين راح اضغط على كلمة راح ارتخط على المرنامج زي ما انتم شايفين واضغط زي ما انتم شايفين ينضاف معنا هون بهذا الشكل ويكون مضيوف تقدر انك انت تختاره عن طريق هون تختاره زي ما انتم شايفين كل ما عليك يا صديقي العزيز انك انت تعمل run action هون بطلب منك انك انك اذا حابب لازم نطفي هون الويندوز زي ما انتم شايفين طفينا كل شي تمام بدون اي مشاكل نعطيها اكس ومنعمل next استنى هون بشوف اذا في تحديثات ماكس على الويندوز بحيث انه يصير عندك اذا عندك اي مشاكل بطلب منك تحديثات فانت دائما تكون بحديث مية بالمية بتعمل next next gray وبتضغط select options زي ما انتم شايفين هون صارت باللغة العربية بحيث انه سهل عم نستخدم بشكل كامل نعمل no next بدك الويندوز الافتراضي لا ما بديش اياه بدك انه يشيل لك الage والone drive ودول شغلات اكيد طبعا بديش اياه ما بيلزمونيش ازال تطبيق الصور لا بديش يخليه هذا موجود في حال انت بدكش اياه بديش انا الاكس بوكس ما بستعملوش ازال تطبيق هاتفك ما ما بستعملوش عندك بدك تعيين خلفية الجارز بتقدر انك انت بدك تخيل خليها على الويندوز عندك او لا هاد ايش اختياري بالنسبة لك بتعمل تفعيل الوضع الليلي و next واخر ايش هون ازالة لاناصر مثبتة مقامة ابدأ اذا حب انك انت في عندك شغلات من قبل محطوطة هون مثبتة انك تقدر انك تشيل الصح بحيث انك ما بدك انه يروح ايش من هون في حال انه بدك اياهم يروحوا تضغط عليك الصحب وبتعمل next طيب انا بنعمل next وخلي خلص يا حباب القلب زي ما انتو شايفين هيبلش يعمل لي install خلي خلص يا شباب وبرجع لكم مرة تانية وراح وارجيكم كيف الاداء بشكل عام رح يصير احفظل واحسن مليون مرة من النظام العادة بشكل كامل تمام حباب القلب خلي خلص وبرجع لكم مرة تانية جهازك امتعبك وحب تخلي جهازك مثل الريشة عندك لاق بلعبة بوبجو موبايل سواء لاق او رندر او تقطيعها الحل عند اخوكم سموكا بادات الجي ارزت جولد الفي فور الاصدار الرابع من اداة الجي ارزت جولد طبعا هاي الاداء فيها اضافات وميزات اسطورية وتحديثات مستمرة للاداء بشكل كامل تقدر تطلب الاداء عن طريق سيرفر الدسكورد رح اخليك يا تحت بصندوق الوصف او بالطريق المثبت طبعا رح تلاقوا اخوان الفيديو كامل لشرح الاداء والاضافات الموجودة بقناتنا باليوتيوب اطلبها الان ورح تحس بالفرق اللي انت بتستنى ريح راسك وخليك معنا والشغلات الاصطورية موجودة دايما عند اخوكم اسموكر زي ما انتشوفين حباب القلب نزلنا الجي ارزت في اي بي الاتويكس الخاص بويندوز 11 حاولنا انه نخلي الجهاز شوي يكون سير سلس بالاضافة الى اداة الجي ارزت جولد رح نثبتها امامكم حباب القلب بهذا الشكل نعمل اوكي نكست 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 ثبتها السريع وهيك رح يكون عند الامور مية بالمية نعمل اعدادات حلوة نضبط اعدادات نحط منظور ايباد ان شاء الله الفيديو الجاي رح يكون منظور الايباد باذن الله يوم تلجمعة باذن الله حباب القلب بارك الله فيكم وبعتذر منكم يا اخوان على القطاع المتكرر بالقناة ان شاء الله بالنسبة لكثير يعميجين اسئلة بالنسبة اللهم صلى اسم محمد اداة المية وعشرين فريم الاف بي اس ان شاء الله باذن الله قريبا رح ننضبط لكم اياها ونعدلكم اياها باذن الله ونشغلكم اياها باذن الله بدون اي مشاكل ان شاء الله المجانية طبعا باذن الله حيب زي ما نشايفين هاي هي اداة الجي ارزت قولد رح ندخل على الحساب بشكل كامل اوكي حباب القلب زي ما انتم شايفين نسلخ عشان ننضبط الاعدادات كاملة بدون اي مشاكل بضغطة زر واحدة ومننترقل على الاتويكس بهذا الشكل ومنشغل الاتويكس هذا بشكل كامل نروح الكلينينج موجود انا الكلينات كلياتها منحتاجها طبعا صديق العزيز هذه كلياته بالنسبة للجي ارزت في اي بي بالاضافة الى القول تكون معلك انه تتواصل على سيربر الدسكورد وما حنقص ان شاء الله معكم احباب القلب بدون اي مشاكل ننتقل على ايش الاخير اللي وعدكم ان نحكي لكم اياه بالفيديو هو تحديث جيملوب نزل تحديث مبارح لجيملوب ولل اربعة وستين ايضا طيب شو التحديث اللي راح نزل لنا اللي نزل عندنا وهل حل مشاكل اخوان اللي احنا كنا مستصعبين منها راح نشوف بهذا التحديث راح ندخل على سيربرهم ونشوف التحديثات انا حدثتي اخوان انه نزلت ويندوز جديد بحيث اوارجيكم الصورة كاملة بدون اي مشاكل الويندوز جدا صار رهيب وانصحكم بهذا الاشي اخوان بشكل كامل ورح تحس بالفرق جربه ما عليك ورح تشوف اخوك سموك ما بنزل لك الا الشغلات الاسطورية والصح ويعرف هذا الاشي طيب ننتقل على شغلة التحديث زي ما انت شايفين ننزلنا تحديثين للتنين وثلاثين زي ما انت شايفين بالاضافة لل اربعة وستين بيت زي ما انت شايفين التحديثين نفس الاشي اه على اغلب التحديثات الموجودة هاي ما صلحت لنا اشي لا صلحت لنا الاوبن جيل الليوجد فيه مشاكل بالاضافة الى فيه شغلات ثاني كمان فيه لها مشاكل السواد الجيم اللي ما يحلوهاش يعني تقريبا شبه التحديثات اللي عم تنزل بس للسيكوريتي بشكل عام للعبة بوبجو موبايل بحيث انهم يعلو شوي من السيكوريتي بحيث انتو عارفين كمية الهاكات صارت باللعبة بشكل جدا مخيف هاي هي السبب التنزيل التحديث بس عشان تطوير الحماية لجيم لوب ولا بوبجو موبايل بشكل كامل بالاضافة الى تحسينات او اصلاحات اخرى ما حددوا شو الاصلاحات بشكل كامل متكامل فهذا هو التحديث يا اخوان سواء الى 32 او 64 فاتمنى انهم يغيروا شو ويضبطوا الامور بالمحاكي رح يصير عندك ان شاء الله امره تمام اشتغلوا عليك فما بعرف ايه بالنسبة للتحديثات حباب القلب للتحديثات الجيم لوب كل ما عليك انك انت تتحدث وجرب وشوف كيف الوضع بشكل كامل بدون اي مشاكل بعتذر منكم يا اخوان على هذا الفيديو القصير يعني بالنسبة لي خلينا نشوفكم حباب القلب بفيديو اخر ان شاء الله موادنا يوم تلجمعة ان شاء الله باذن الله يوم تلجمعة باذن الله يا شباب راح ننزل فيديو منظور الايباد الاخير وهو منظور التوكي باذن الله حباب القلب بارك الله فيكم على كل واحد حطي لايك واشترك بالقناة وبرك الله فيكم على متابعتكم ومشاهداتكم الاسطورية دمتم في رعاية الله كامعكم وحوكم زيادة وسموكر من قناة جي ارزت جيمينج دير بالكم وحالكم ونشوفكم ان شاء الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بامان الله